لخدمات في أبو غريب تذكر الأهالي يشتكون من واقع خدمي متردي لجميع مناطق القضاء طرق غير معبدة وأرصفة مختفية في أغلب المناطق الحيوية بانتظار تنفيذ مشروع كبير للمجاري يبعد المعاناة عن المواطنين في فصل الشتاء ماكو لخدمات كل شي ماكو أبو غريب معدومة بس تراب ومستشفتها معدومة تروح علاجات ماكو وإحنا بالضهم وضعيتنا مرمت فيه دايب المطار هنا متن طب اللي يجي اعتيادي راح يسوي لك البرنامج جماله يعني مثل ما يقولون العرب قمره وربيع بعد الانتخابات طبعا قبل الانتخابات يعني يومية تلقاهنا نيفتر بعد الانتخابات ما تشوفه ما تقدروا تحصله لازم تأخذ موعد مطالبنا يعني مجاري تبليط يعني إحنا مثلا حوالنا شنة بالبيطرة أخذنا هنا بالدور شنة بالدور والشوارع عرضوا ماذا شينو لحد لانتبليط ما شامله بلا طيب بس شارعيتي لي غاد بعرب تلوب سوق أرتب يعني مثلا الطب للسوق مو نظيف مكانات الوساخ متكدس بيها صور لواقع خدمي مزري لقضاء ينتظر مشروع المجاري الذي لم يرى النور منذ عام 2013 فيما تقول قائم مقامية قضاء أبو غريب بانتظار التخصيصات المالية التي تؤجل سنة بعد أخرى بينما دائرة البلدية تعمل بالممكن وتقصيرها تعزوه لقلة التخصيصات الحقيقة هذا المشروع أكمل التصاميم في العام 2013 وكان من المفروض أن يوحال ولولا الظروف الأمنية التي تعرض لها عموم العراق ومنها قضاء أبو غريب توقف أحالة هذا المشروع وكان على عاتق وزارة البلديات والأشغال العامة التي نهضت بإعداد التصاميم له بعد جهد جيد ومن خلال التواصل مع القنوات الرئيسية في السلطات الاتحادية البرلمانية والحكومة المركزية نوقع هذا المشروع في العام 2018 إلى موازنات محافظة بغداد لكن مين تم تأمين هذه المبالغ اللازمة لإحالة هذا المشروع أعلن ويقوف الإعلان فيه في العام 2020 القضاء يعاني من التلاكمات القديمة في الأعمال بسبب عدم وجود مشروع المجاري الكبير الذي من المؤمل أن ينفذ خلال هذه السنة أو السنة القادمة حسب معلومات وردتنا من محافظة بغداد حيث أن الأعمال جارية من قبل دائرة مجاري بغداد على إكمال التصاميم الأساسية للمشروع ويعاني القضاء من غلق أغلب طرقه الفرعية بالكتل الكونكريتية منذ أعوام ما يضطر المواطنون لقطع مسافات طويلة للوصول إلى منازلهم وترك عجلاتهم على الشارع العام للقضاء ويقول أهالي القضاء أن المرشحين الذين قطعوا لهم وعودا قبل الانتخابات تلاشت مع وصولهم إلى قبة البرلمان مطالبين بحضورهم إلى القضاء للنهوض بواقعه الخدمي المتردي من داخل قضاء أبو غريب أنس يوسف قناة الفلوجة